برميل بارود جديد في أوروبا وتحديدا في منطقة البلقان قد يشعل فتيله في أي لحظة التوتر العسكري الكبير بين كوسوفو وصربيا تعود بداية الأزمة المستجدة إلى التوترات التي رافقت تنصيب الرؤساء بلديات من أصل ألباني في شمال كوسوفو حيث تتمركز الأقلية الصربية التي لا تزيد عن 4% من مجمل سكان كوسوفو وذلك بعد مقاطعة هذه الأقلية الانتخابات التي أجريت في شهر نيسان الماضي ليعقب ذلك مواجهات خلفت عدد من الجرحى بين الأقلية الصربية وشرطة كوسوفو ودفع هذا الأمر بلغراد إلى وضع جيشها في حدث تأهب قصوى للتصدي لما وصفته بالإرهاب ضد المجتمع الصربي لترسل جيشها إلى حدود كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008 وفي محاولة لنزع فتيل التصعيد توالت البيانات والتصريحات المنددة من المعسكر الغربي الذي حث كوسوفو على التراجع الفوري عن قرارها بنشر قوات خاصة في الأقاليم التي تسكنها الأقلية الصربية وعلى الرغم من تدخل حلف الناتو في عام 1999 لوضع حد للقص الصربية على كوسوفو لأنه طالب هذه المرة بريشتينا بخفض التصعيد وإجراء حوار لإنهاء الأزمة على الطرف الآخر تجاهلت صربيا التي لا تعترف باستقلال كوسوفو تجاهلت الضغط الغربي بالتأكيد على أنه لا خيار أمامها سوى الالتزام بالدستور في إشارة إلى عدم إبعاد قواتها عن حدود كوسوفو التصعيد الصربي ناجم كذلك بحسب مراقبين عن إدراك بليغراد أن القوى الأوروبية مقيدة ومنشغلة بين ردع روسيا ومواجهة مشاكلها الداخلية في ظل إعلان موسكو دعمها الكامل لبليغراد وقد يترجم الدعم الروسي لصربيا على أنهم محاولة لتفكيك أوروبا وإبطاء جهود دعم أوكرانيا فيما لم يستبعد خبراء سياسيون انخراط موسكو بتمويل الانتفاضات والاضطرابات في أوروبا دون اضطرارها للتدخل العسكري وهو ما سيكون مدمرا للقارة العجوز التي تئن تحت وطأة الأزمات المركبة